الناس كتير بيقولك انا معايا دلوقتي فلوس مبدئيا هل ممكن انا استثمر في عقار ولا اخليهم دهب ولا اقلبهم دولر في اكتر من حد معلش انا عارفة انه في حاجات كتير عايزين ان ينجاوب بالناس ولكن اكتر سؤال بيجي لنا ده انه طب انا دلوقتي محتار عقار ولا دهب ولا اشتري عارف الجنهات والحاجات المقفولة بيقولك عشان ما لهاش ان انت ايوة تخسر فيها انا جاوبك عالسؤال ده دلوقتي انا لو رايح هشتري دهب هدفع عقامته كلها النهاردة مش هعارف قصتها انما لو هشتري عقار النهاردة مثلا 8.2 مليون جنيه هدفع 10% او 15% من 8 لو ما 200 او 300 الف جنيه وهسبت سعره لمدة 5 او 6 سنين اللي هم فترة التقسيد ده ما بيحصلش في اي استثمار تاني ان انا هسبت سعر الحاجة اللي انا بشتريها لمدة 5-6 سنين اه سواء العقار ارتفع الدنيا غلية اكتر من كده والعقار في مصر تقريبا بيزيد سنويا في الحالات العادية لو ما فيش تضخم كبير من 15-20% كل سنة يعني برأي حضرتك انه الاستثمار في العقار هو الحل الاقمن والانسب في الفترة الحالية اه طبعا هو الحل الاقمن عندنا التضخم بيزيد اسعار الدهب في مصر غير بقية العالم متغيرة ممكن يوم يزيد 3400 جنيه يرجع يخسر 800 جنيه تاني يوم اه فانا بدل مجمد فلوسي كلها في سبيكة او قطعة واحدة لا انا هحط ديبوزيت بس لليونت وهكمل تقصيدها على خمس ست سنين اه وهبقى مثبت سعرها النهارده بس في حاجات برضو سبع وتمان سنين انا عارفة ان في حاجات اه طبعا على حسب تعملوا تسهيلات تسهيلات لحد تمانين شهر اوكي وفي معلومة برضو انا عرفتها عن دريم تاون ومش عشان بس حضرتك قاعد ولكن للامانة في بعض المطورين العقاريين عملوا انه في ناس اشترت من خمس وست سنين قال لك لا الدولار ارتفع فراحوا كلموا الناس قالوا لهم لا تعالوا احنا عايزين زيادة اصلا انتوا دفعتوهم زمان مش هينفع دلوقتي اكيد حضرتك سمعت عن الموضوع ده ايه ده ما حصلش في دريم تاون اصلا ومعارفة ان في ناس اصلا اشترت من زمان ولغاية دلوقتي نفس السعر ولا في زيادة ولا في اي حاجة من الحاجات دي زي ما حضرتك بتقول سبتنا مزبوط احنا التعاقد مثلا من اربع سنين وسعر المتر كان ست الاف جنيه نهارده سعر المتر سبعتاشر وتمنتاشر الف بيستلم الواحدة بتاعته بنفس موصفات التشطيب وموصفات التسليم اللي كانت متفقة لها في العقد وفي معادة كمان قبل معادة الاستلام ايوة ده دي حاجة حلوة برضو انتوا لما بتعملوا العقد ممكن تقوله اربع سنين ولكن انت تسلم قبل المعادة مزبوط انا بالنسبة لي كل ما اسلم بدري افضل لان اسعار المواد البنى بتزيد كل سنة تقريبا تلاتين واربين في المية صحيح طبعا طيب عايزة اعرف رأي حضرتك ايه من وجهة نظرك اكتر مكان نقدر ان احنا نستثمر فيه حاليا طبعا الدولة طرحت في الفترة اللي فاتت اماكن كتير في طرحات هيئة المجتمعات العمرانية ايوة ودورة الاسكان اميازهم من وجهة نظري طبعا منطقة بيت الوطن في القاهرات الجديدة واخر طرحة هو اللي كان فعلا مميز جدا طرحة حي اللوتس القطاع الرابع اوكي على شارع التسعين الجنوبي في منطقة التجمع الخامس برضو طب ايه اللي يفرق القطاع ده عن اللي قابليه تمام احنا عندنا اللوتس كانت زمان اللوتس الشمالية والجنوبية ايه واللوتس الجديدة ميزة القطاع الرابع ان هو ماسك كل محاور التجمع شارع التسعين الشمالي شارع التسعين الجنوبي طبعا شارع التسعين الجنوبي احنا فيه فيديو استأذن حضرتك دلوقتي بيتعرضه ازدامنا على الشاشة شهر التسعين الجنوبي زي ما احنا شايفين عليه المونوريل بيودى العاصمة الادرية الجديدة ده هوا كده ماسك كل محاور يعني كل المداخل برضو بتاعت التجمع يعني انا من اي شهر التسعين وانت داخل التجمع من الداخل اه واصل لحد العاصمة الادرية الجديدة لحد محور محمد بن زايد وبلس ان القطاع الرابع قدام الجامعة الامريكية فهيبقى مكان مناسب جدا للطلبة اوكي صحيح وكل الخدمات متوفرة من دلوقتي حتى يعني من قبل ما حتى احنا نبدأ انشاءات كل الخدمات متوفرة المولاد شغالة والحي نفسه اللوتس القديم شغال